نظمت جامعة بنها بالتنصيق مع تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلستين نقاشيتين عن الحوار الوطني والتغيرات المناخية المكاسب المتوقعة وذلك لطلاب الجامعة الأهلية بالعبور وبنها للاستماع إلى أرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم حول الحوار الوطني وخلال الجلستين تحدث وفد نواب التنصيقية عن أهمية الحوار الوطني لخلق مساحات مشتركة تسعوا جميع فئات المجتمع مشيرين إلى التحديات التي تواجهها الدولة على كافة المستويات وخاصة المستوى البيئي حيث تم استعراض الآثار السلبية للتحديات المناخية وجهود الدولة بهذا الشأن لقاء هم جدا بيجمعنا طبعا تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع شباب الجامعات والاتحادات الطلبية في رحاب جامعة بنها هذه الجامعة العريقة حالة كبيرة جدا من السعادة تنتاب الطلاب وقيادات الجامعة أن يأتي الحوار الوطني إليهم حتى يستمع إلى أرائهم ينقل طموحاتهم ينقل تطلعاتهم لمستقبل أفضل للوطن النهاردة الحقيقة كانت جلسة نقاشية مع طلاب جامعة بنها في حوار مثمر عن الحوار الوطني في إطار جولات التنصيقية اللي بنشادها خلال هذه الأيام النهاردة كانت محطة جامعة بنها وكان في حوار ولقاء بين السادة نواب وعضاء التنصيقية وبين الطلاب تنقشوا حول مختلف الأراء والأطرحات التي تخص القضايا سواء المحور الاجتماعي أو المحور الاقتصادي أو الثقافي الحقيقة كان حوار مصمر حوار شبابي كان في حماس من الشباب ومشاركة واسعة نحن النهاردة في أعرق الأماكن وأهمها وهي جامعة بنها والحقيقة أن الحديث مع الطلاب قد إليه بريق هام جدا في وصول الحوار الوطني للقيادة التنفيذية لأنه الحقيقة إحنا بنتكلم عن دولة شابة فإذا تحدثنا عن دولة شابة يبقى لابد من الإلمام بأحلام وطموحات هؤلاء الشباب وتخوفاتهم من خلال الثلاث عناصر اللي الحوار الوطني بيدور حواليهم نحن كلنا بنؤكد على أن الحوار الوطني هو خارطة الطريق لمستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة والدولة المصرية مهتمة اهتمام بالغ بسماع أبناءنا الطلاب وسماع أراء المجتمعية ويمكن الحوار الوطني ده نموذج لأن جميع أفراد المجتمع يشاركوا في الحلول المفروض أنها تكون حلول إيجابية للقضايا المجتمعية